مرحبا متابعين العزاء قبل أن نبدأ من المهم جدا أن تراجعوا هذا التنبيه إلى النهاية قبل أن تبدأوا في ممارسة التقنية سنستخدم اليوم الصحون التبتية والتي تعود إلى فلسفة الزن من جبال التبتي من هناك وأيضا استخدمت كذلك لدى الفراعنة ولكن بأدوات أخرى وبشكل آخر أو ما يسمى sound healing اليوم في هذه التقنية لماذا أردت أن أضع لكم هذا التحذير لأن هذه التقنية قوية جدا قد تستخدم في العلاجات والتي أحيانا أثناء لعبي بهذه الأدوات والصحون وأنهم تستمعون إليها ربما تشعر بألم في جزء ما في جسدك أو ربما تكون لديك إصابة في كتفك أو ربما قمت بعملية على ركبتك أو على أي مكان أثناء سماعك إلى الصحون التبتية توقع شعور الألم في المكان الذي تعاني منه في الألم وذلك الشعور الذي ستشعره هو ليس نتيجة زيادة الألم وإنما عملية استشفاء ذاتي للمكان الذي فيه الألم الصحون التبتية موغلة بالقدم تعود إلى ألاف السنين إلى الوراء توقعوا أيضا هذا الشيء من التحذير أثناء بدئكم إلى هذه الجلسة يجعلوا شخصا ما يظلوا معكم ولا يمارسها فاحتمالية حدوث الشلال المؤقت محتملة أضف إلى ذلك توقع الشعور بالألم في الأماكن التي ربما تصاوب فيها بالألم أو ربما يكون لديك بعض الضغط في أماكن معينة فتشعر بالألم هناك ولكن ألم شعور الصحون التبتية هو الاستشفاء هناك مثل الكحول عندما تضع الكحول على الجرح تشعر بالألم ولكنه في الحقيقة هو هو علاج فتوقع ذلك أيضا وهنا أعتقد أني قلت لكم كل النصائح المتوقعة ولا شيء المتوقعة أضف إلى ذلك يمكنك أن تضع سترة خفيفة جدا أو أي غطاء خفيف تضعه على كتفك وتجلس في مكان دافئ في هذا فصل الشتاء البارد ويمكنك أن تشاهدني ونعزف الصحون وتستمع لها It's okay كما أنه كذلك يمكنك أن تصلقي وتضع سماعات ستيريو مهم جدا وتستمع إلي وانا أعزف الصحون إن أردت تجربة أكثر عمقا وكل الأمرين It's okay لا توجد أي مشكلة أوكي وأتمنى هنا أني قد وضعت لكم الأشياء المتوقعة So don't be afraid والآن لنبدأ الجلسة استرخي كليا ولا تحرق جسدك أبدا أبدا حتى انتهاء هذا التسجيل ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا في القناة